رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفل تخريج الدورة السادسة والعشرين للقيادة والأركان المشتركة في كلية قيادة الأركان بالعاصمة أبو ظبي صباح اليوم حضر الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة في مقر الكلية عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين إلى جانب قادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدولة وذوي الخريجين البالغ عددهم نحو 140 ضابطا من دولة الإمارات ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وصف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كلية القيادة والأركان المشتركة بأنها باتت صرحا أكاديميا عسكريا تصنف من بين أفضل الكليات على هذا المستوى عالميا معربا سموه عن اعتزازه بهذه الكلية